سفير مصر بموسكو يلتقي مجموعة من المواطنين تمت إعادتهم لأرض الوطن من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية الجيش الروسي يعلن تدمير مزيد من البنية العسكرية لأوكرانيا وكييفا تفقد الوصول لبحر أزوف لاستراتيجية وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعم واشنطن لكييفا ووزير الدفاع البريطاني يعلن تزويدها بمساعدات عسكرية جديدة الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدوى الامتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية التي أوضحت أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد فيما وعيدها المحددة وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزراء دون أي تعديل حيث سيتم عقد امتحانات شهر فبراير ومارس في الفترة من الثاني إلى سادس من إبريل على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الثامن من مايو القادم وتستمر حتى الثاني عشر من مايو شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم مارثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية للذوي الاحتياجات الخاصة شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثن رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد شارك في الماراثن الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفي نهاية المراثن نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة ابني للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال مؤكدا أن تنفيذ مراثن إجري من أجل أطفال التوحد يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بتعاون مع وزارة الشباب ورياضة ندوة تتقيفية لعددين من طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة ذلك حول جهود الإعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية وخلال الندوة تم استعرض مهام إدارة الشؤون المعنوية المختلفة والتي تنفذها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة لتعريف طلاب أسلوب عمل إدارة الشؤون المعنوية في تنمية الوعي المجتمعية وتوضيح الحقائق وتعظيم روح الولاء والانتماء بالإضافة إلى إبراز جهود القوات المسلحة في دعم مقاومات التنمية الشاملة للدولة مما يسهم في تحقيق تواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصري العظيم بمختلف فئاته وأطيافه تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 87 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 133 طن السلع الغذائية كما تم ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق مدعم من مجال الاستيلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي فقد تم ضبط أكثر من 43 طن سلع وخمس أطنان أسمنت استقبل السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو مجموعة من المواطنين المصريين الذين تمت عودتهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن يأتي ذلك في إطار الجهود التي بدلتها السفارة على مدار الأسبوع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف والسومي وخيرسون وماريوبول تقدر الإشارة إلى أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكتفة على مدار الأسبوع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي وسفارتنا في أوكرانيا والجالية المصرية في أوكرانيا كذلك لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ ودخائر طائرات في منطقة إيفانو فرانكفاسك الأوكرانية وذلك باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وأضافت الدفاع الروسية أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أودسسا الساحلية وذلك باستخدام نظام صاروخي ساحلي أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف مؤقتا بعد إحكام القوات الروسية لقبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر وأوضحت الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على منطقة عمليات دانسك كانت روسيا قد أعلنت أن قواتها تشدد خناقة حول ماريوبول التي لحقت بها أضرار بنحو 80% من منازلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتا اشتركوا في القناة دعا رئيس الأوكرانية فولادمار زلانسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو وقال الرئيس الأوكرانية أن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا مشيرا إلى أن الوقت حان لعقب اجتماع وإجراء حديث مع موسكو قال ناتولي كورتيف نائب رئيس بلدية مدينة زابورجيا الأوكرانية إن الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة جنوب البلاد ابتداء من الساعة الثانية مساء بتوقيت جرينيتش على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين المقبل كما دعا كورتيف مواطن بلاده إلى عدم الخروج في هذه الفترة هذا وأصبحت زابورجيا نقطة عبور مهم للفارينة من مدينة ماريوبول الأوكرانية في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين موسكو وكييف مع تصريحات عن تقارب في المواقف تتواصل على الأرض العملية العسكرية الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي وجه نداء إلى موسكو معتبرا أن الوقت حان للالتقاء والحديث والبحث في السلام والأمن محذرا من أن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة كما أكد أن مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي جرت جولات تفاوض عدة بين موسكو وكييف وفي خطوة تبعث على الأمل في إنهاء الأزمة أكد رئيس الوفد الروسي فولاديمير ميدينيسكي وجود تقارب في المواقف بشأن مسألة حياد أوكرانيا معتبرا أن مسألة وضع حياد أوكرانيا وعدم عضويتها في حلف شمال الأطلنطي هي واحدة من النقاط الرئيسية للمفاوضات وهي النقطة التي اتقرب فيها الأطراف وعقفهم إلى أقصى حد ممكن في المقابل قال أحد أعضاء الوفد الأوكراني المستشار الرئاسي مخايلو مودلياك إن تصريحات الجانب الروسي ليست سوى بداية لمطالب موسكو مشددا على أن موقف كييف لم يتغير وهو وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وصف رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا بالكارتية وضف أن صمود أوكرانيا من شأنه إلحق الخسارة ببوتين وأشار جونسون إلى أن الرئيس الروسي لن يتوقف عند أوكرانيا محذرا من أن روسيا ستهاجم جورجيا ودول البلطيق في حال صمطت أوروبا عن الهجوم على أوكرانيا في أوكرانيا لديهم صحفة حرة وانتخابات حرة وبكل عام تمر فيه أوكرانيا بتقدم نحو الديمقراطية والحرية فهو يخشى من النموذج الأوكراني وهذا قريب منه ففي روسيا بوتين هناك اعتقالات واعتقالات وغزو وغزو وربما يطلق النار عليك أو تسمم أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والس أن بلاده زودت أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى جانب تزويد كييف بصواريخ مضادة للطائرات أشار والس إلا أن لندن لن تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لافتا إلى أن روسيا باتت تمثل خطرا يهدد الجميع في أوروبا بريطانيا ستساعد أوكرانيا وأيضا سنقوم بإرسال صواريخ مضادة للطيران ولن نتوقف هناك بل نقف إلى مع شركائنا في النيتو وفي أوروبا ودول البلطيقة نعزز قوتها لأن بوتين كان واضحا في تهديته أننا جميعا تحت الخطر وتم إرسال جنود إلى بولندا للمساعدة في أعمال الهندسة وكذلك إلى أستانيا وإلى رومانيا وبلغانيا قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس إن العقوبات الاقتصادية ستتسبب بأضرار كبيرة على روسيا تراس أعربت عن خشيتها من أن تكون مفاوضات روسيا مع أوكرانيا مجرد تخطية لهجوم جديد لافتة إلى عدم الرغبة في العودة إلى زمن الاتحاد السوفيتي نحن بحاجة لأن نقف لكل مجتمعاتنا ونخيب أمل الله مرة ثانية تحالفاتنا هي مع الحلفاء والأصدقاء وأيضا ساعدنا الأستراليين في القصول على الغواصات العسكرية المهمة المملكة المتحدة هي أكبر منفق في دول النيتو في أوروبا ونحن نساعد أستونيا وبولندا وبولغاريا ونحن نعمل على تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري ونستخدم حريتنا ضمن بريكزيت لإيجاد علاقات مختلفة وبالتالي ننهي الاعتماد على تلك الأنظمة الأحادية التسلط أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الكريملين فشل حتى الآن في تحقيق أهدافه الأساسية في أوكرانيا وذلك مع دخول الحرب إسبوعها الرابع وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر موقع تويتر أن روسيا اضطرت الآن إلى تغيير نهجها في الحرب بأوكرانيا مشيرة إلى اتباع موسكو استراتيجية الاستنذاف كما أوضحت أنه من المحتمل أن تستخدم روسيا القوى النارية بشكل عشوائي ما سيؤدي لارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية الأوكرانية أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الروسية تتعثر في عدة جبهات في أوكرانيا وشدد على دعم بلاده لشعب الأوكراني ضد الهجوم الروسية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغارية كيريل بيتكوف في صوفيا لفت أوستن إلى أن الهجوم الروسية تسبب بخسائر مأساوية في أوكرانيا مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة بلغاريا على المستوى الأمني أنا أتفق مع رئيس الوزراء ووضع نضيف أنه من المهم أن تكون لدينا القدرات المناسبة لدفاع عن بلغاريا ولإضافة القيمة للجهود النيتو وكي نعمل معا لابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق لا يمكن أن يتم ذلك بالدقيقة الأخيرة بل لابد من التنسيق بشكل متواصل ويومي تقريبا لضمان أننا نتواصل ونفهم تقنيات وتريقة عمل كل طرف وبالتالي كل هذه الأمور التي نعمل عليها الآن وسنواصل عمل عليها بالشكل المناسب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر أعربت رينا فرشتوك نائبة رئيس الوزراء الأكراني عن أمل بلادها في إجلاء المدنيين عبر عشرة ممرات إنسانية من مدن وبلدات على خط المواجهة مع القوات الروسية وقالت فرشتوك أنه تم الاتفاق على ممر لمدينة ماريخول المحاصرة على رغم من فشل جهود السلطات لإجلاء المدنيين من هناك وذلك بمجب وقف مؤقت لإطلاق النهار حذرت الأمم المتحدة من أن الحاجات الإنسانية في أوكرانيا أصبحت ملحة بشكل متزايد يتذلك على خلفية اضطرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الفرار من أوكرانيا فضلا عن نزوح الملايين من الأوكرانيين داخل البلاد مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الأصعدة حذرت الأمم المتحدة من أن الحاجات الإنسانية في الشرق أوكرانيا أصبحت ملحة بشكل متزايد مع اضطرار أكثر من ثلاثة ملايين ومائة ألف لاجئ إلى الفرار من أوكرانيا خلال الأسبوع السلاثة الماضية ونزوح الملايين داخل البلاد المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين ماسيوس والتنارش أشار إلى تأثر حوالي 13 مليون شخص في المناطق الأكثر تضررا من الحرب داخل أوكرانيا مؤكدا أنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية متحدث مفوضية اللاجئين قال إن العديد من الأشخاص لا يزالون محاصرين في المناطق التي تتصاعد فيها العمليات العسكرية في أوكرانيا مع استمرار تعطل الخدمات الأساسية وعدم قدرة الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الأدوية والرعاية الصحية الطارئة والغذاء والماء في ظل وجود أكثر من 200 ألف شخص بدون مياه في منطقة دونسيك وحدها وتدمير الصراع للبنية التحتية في مدينة لغانسيك وحرمان نحو 100 ألف أسرى من الكهرباء وذلك في نفس الوقت الذي تعاني فيه مدن أخرى خطورة كبيرة في الوضع الإنساني مثل ماريوبول والسومي إضافة إلى ذلك أكد سولت مارش أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية وعدم وجود ممر آمن يعرض حياة الآلاف من المدنيين للخطر لافتا إلى متابعة المفوضية للمفاوضات الأممية مع روسيا وأوكرانيا لتتمكن من إرسال المساعدات الإنسانية قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا وحثت على تجديد العقوبات مع موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا وضف مورافيسكي أن مقاطعة التجارة الروسية بالكامل سيؤدي إلى إكبار موسكو على النظر في وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت الأسبوع الماضي على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا والتي تضمنت إلغاء وضع روسيا التجاري كدولة أولى برعاية رحب البرلمان العربية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج قوات الحوثي على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي والذي يتعين على جميع الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنفذه بموجب منفاق المنظمة هذا وقد أكد البرلمان العربي أن هذا القرار يعد دعما للشرعية اليمنية وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات الحوثي والانتهاكات الإنسانية وجرائب الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة المفخخة وكذلك لتهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر هذا وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لكافة الجهود العربية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عمد السايح استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد توصل إلى اتفاق سياسي حولها جاء ذلك خلال اللقاء السايح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلند الذي دع جميع الأطراف إلى دعم هذه العملية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيم ميقاطي حرصه على استقلالية السلطة القضائية وحفظ توازنات القوى السياسية في لبنان جاء ذلك عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاستثنائية حيث كلف ميقاطي وزير العدل اللبناني بوضع رؤية لمعالجة المواضيع القضائية سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاء بالسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام وذلك حسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة بالصين وأوضحت اللجنة الصينية أن حالتي الوفاء حدثتا في منطقة جيلين بشمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا حيث تشكل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية أعلنت الشرطة النرويجية مصرع أربعة أشخاص كانوا على متن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت شمال نرويج كانت الطائرة وهي من طراز MV22 أوسبري تشارك في تدريبات عسكرية لحلف الشمال الأطلنطي حينما سقطت في منطقة نائية بنرويج يكافح رجال الإطفاء في وسط ولاية تاكساس الأمريكية للسيطرة على حريق غابات هائل اندلع أمس وتسبب في أحراق العديد من المنازل وتدمير كنيسة كانت حدة الحريق قد اشتدت بسبب ظروف الجفافة بالإضافة إلى رياح القوية التي ساهمت في التسعي رقعة الحريق وانتقاله من مكان لآخر أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومين بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة وذلك خلال الإسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقص والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مشيرة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ حوالي 766 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 430198 متعافية أقدت وزارة الموارد المائية والرأي اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا وفي بيان لها أوضحت الوزارة أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتة لمحطة معالجة المياه بالحمام وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات تنفيذ لإنهاء المشروع في مواعيده المحددة وأنه من المتوقع الانتهاء من محطة المعالجة خلال عام كما لفت البيان إلى انتهاء 22% من الأعمال المستهدفة بالمشروع بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد التي تزور مصر حاليا فرص التنصيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 تناول اللقاء مناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجالي تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد كما أكدت المشروعات أنها تعمل على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خطط وطنية واضحة وتعزيز التعاون المشترك مع وكافة الدول وشركاء التنمية في هذا الإطار كما استعرض وزير زراع واستصلاح الأراضي سيد القصير مع بعثة السندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة تحضيرات لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والذي ستستضيفه مصر في نوفمبر القادم وخلال اللقاء تناول القصير أولويات الحكومة المصرية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات مواجهة أثار التغيرات المناخية كما أكد وزير الزراعة أن علاقة الإفادة بمصر تاريخية مشاددا على حرص مصر على تطوير تعاون في إطار من حرص الصندوق على تنفيذ المشروعات التي يحتاجها قطاع الزراعة وفقا لأولويات الدولة المصرية وأن يكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات عقد وزير الموارد المائية والريا محمد عبدالعاطي اجتماعا مع عدد من المسؤولين لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا وخلال الاجتماع أوضح عبدالعاطي أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتة لمحطة معالجة المياه بالحمام وأن التنفيذ يتم بمعدلات مرتفعة للانتهاء من المشروع في مواعيده المحددة خلال عام كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء والتي تم تسجيلها في موسوعة جينيس باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم كما تم خلال الاجتماع استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة للمساحة في العديد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نبين القباج في مراسم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر وأكدت القباج ما تلعبه الجامعات من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعشارت إلى تقدير البحث وتقييم الأثر اللاسيامة وأن تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الأشخاص الأولى برعاية على حقوقهم لن يتحقق دون أدلة وتقييم للسياسات والبرامج المختلفة كما شددت الوزيرة على دمج الوزارة للأدلة في صنع السياسات أهلا بحضراتكم من جديد إلى نشرة الثالثة شاركت وزيرة تضام الاجتماعين فين القباج في احتفالية نادي الصيد التي أقيمت تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح وذلك في إطار احتفالات الدولة بالمرأة المصرية وخلال الاحتفال تم تكريم سيدات المتميزات والأمهات المثاليات لعام 2022 بناد الصيدة حيث أكدت القباج أن الرئيس عبد الفتح السيسي أنصف المرأة المصرية التي تولت مناصبا قيادية وتنفيذية في الدولة فهناك دور ريادي للمرأة المصرية في مواقع العمل المختلفة وكذلك في مواقع المسئولية المجتمعية استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا سعيد وزيرة تجارة سعودية ماجد القصبي بمقر ديوان عام الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين وذلك على هامش اجتماعات مجلس حوكمته برنامج سور التجارة العربية الأفريقية والذي تتولى مصر رئاسته خلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط الحرصة على توضيط العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة التجارية والصناعية والاستثمارية مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين القاهرة والرياض من جانبه أكد وزير التجارة السعودي أن مصر والسعودية بينهما علاقات تاريخية وتجمعهما الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار مضيفا أنه أصبح هناك حراقا تنمويا غير مسبوك خلال زيارته إلى مصر لافتا إلى أن هذا النهج يعكس ثقافة التفاعل والأمل على المستثمرين أكد وزير البترول تاريخ الملة أن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تؤكد أهمية الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة تناقص الطبيعية للأبار وأكد الملة خلال جولة تفاقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد الحفرات ومن ثم زيادة عدد الأبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة أضاف الملة أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات خفض الانبعاتات وترشيد الاستهلاك ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة وذلك في إطار زيارتها للمدينة للمشاركة في فعاليات المنتدى البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال الزيارة تفقدت وزيرة التجارة عددا من الوحدات الانتاجية بالمجمع الذي يقع على مساحة أربعين فدانا ويضم مائتين وثمان عشرة وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتنهية الصغر يشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيموية ومواد بناء كما تبعت وزيرة التجارة حركة الانتاج بالوحدات التي بدأت الانتاج الفعلي واستمعت إلى بعض التحديات التي تواجه المستثمرين تتواصل في المجمعات الاستهلاكية معارض أهلا رمضان التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات حيث تدخ يوميا كميات كبيرة من السلع بهذه المجمعات تصل إلى 50% زيادة عن المعتادة وبتخفيضات تصل إلى 30% للمتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين لمياء دعينا في صورة معارض أهلا رمضان وهل بدأ بالفعل إقبال المواطنين على شراء احتياجتهم لشهر الكريم مساء الخير عليك الزامنة العزيزة وعلى كل سيدة المشاهدين وكل عام والجميع بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم الذي تستعد عدد من المؤسسات المختلفة لاستقبال شهر رمضان كوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاعات الخاص يمكن أكثر من 100 شركة قطاع خاص تعاونت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية لتقديم كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وبتخفيض يصل من 15% لتلاتين في المية لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار والاحتكار في حد ذاته ويمكن حتى منافذ التموينية ومشروع جمعياتي وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التموين تقدم كافة المنتجات والسلع الغذائية بشكل كبير وبيتم دخل عديد من المنتجات لا يوجد منتج أو سلعة يعني الناس في الفرع مثلاً لنا فيه النهاردة بتشتكي نهو مش موجود أو مش متوفر والأسعار كمان تنافسية زي ما ذكرت اللحوم موجودة بيوفرها يمكن الصورة من خلفي بتوضح قد ايه فيه تكالب من الناس على اللحوم وأسعارها اللي بتبتدي من يعني 52 جنيه تقريباً حتى 95 جنيه كمان الطيور والدواجن متوفرة بتبدأ أسعارها من 45 جنيه ويعني يعني كافة أنواع الطيور بأحجامها وأشكالها المختلفة السلع الغذائية متوفرة يميش رمضان كمان متوفر بوفرة كبيرة جداً في كافة الفروع الخاصة بوزارة التنوين وتجارة الداخلية بأسعار كمان تنافسية يمكن حتى عن العام السابق الإقبال موجود بشكل كبير والجميع يرى جهود الدولة في مواجهة أي جشع للتجار من خلال القانون وكمان من خلال المعارض اللي احنا بصدد افتتاحها من 24 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر والمتوقع أنه زي كل مرة بيتم استمرار المعرض لأيام أكثر من ذلك أشكرك جزيلاً من أحد سلاسل معارض أهلاً رمضان لم يأحمدين مراسلة التلفزيون المصري شهدت معارض أهلاً رمضان ومبادرت كلنا واحد بمحافظة القليوبية إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء السلع الغذائية ويميش رمضان ولشراء غيرها من المستلزمات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق يتي ذلك في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم من جانبه شدد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان على رؤساء المراكز والمدن بالتنصيق مع إدارات التموين لمتابعة المعارض والتأكد من توافر السلع مع شن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظاً على حقوق المواطنين وصلت معارض أهلاً رمضان في محافظات ضميات استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وتتضمن المعارض في ضميات تخفيضات تصل إلى 25% وبمشاركة حوالي 50 عارضاً ويضم المعارض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بالإضافة إلى منافذ لبيع اللحوم والدواجن كله مية مية يعني الأسعار حلوة كويسة تمام وأنا عاوز الناس كلها تيجي تشتري من هنا لأن الأسعار كلها في متناول الجميع تمام والأسعار مية مية تمام أرد واشتريت منه السلع اللي بيه والأسعار كويسة عن السوق كتير جداً جداً وكويسة والحمد لله والأسعار هنا منتازة ودرجة وويلة وحاجات حلوة وأقل من السوق كتير جداً هنا بسم الله ما شاء الله الأسعار جميلة أوي والحاجة ببلاش هنا معارض أهلاً رمضان الأسعار مخفضة جداً الحاجة من عشر هنا بسبعة والحاجة من خمسة شرب عشر يعني أسعار مية مية يعني الحمد لله هذا وتتوصل أعماله معارض أهلاً رمضان ومبادرة كلنا واحد بمختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية وتجاوز عدد المعارض بالمحافظة 12 معرض وأكد المحافظ شريف بشارة أن المعارضة تضم كافة المنتجات الغذائية بتخفضات تجاوزت الثلاثين بالمئة وبأسعار أقل من الأسواق إلى ذلك حذر مدير عامل غرفة تجارية بالإسماعيلية محمد السيد من استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال أو زيادة الأسعار مؤكداً تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وطلق الشكاوى النهاردة المعرض بنتابع بصفة دورية الأسعار وجودتها وطبعاً بنكارن الأسعار داخل المعرض يومياً مع الأسعار خارج المعرض لتأكد من أن الأسعار ما بيتمش التلاعب فيها والجودة الخاصة بكل المنتج وجودة المنتج مع السعر النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الإقبال على المعرض يعتبر مستمر كان في المعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد أو المراكز وكافة السلعة الأساسية والغذائية متعفرة وبكميات كبيرة داخل المعرض أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 129 حالة بمختلف تخصصات طبية إلى جانب إجراء 24 فحصاً معملياً و16 أشعة وسنارة و21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة هذا وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجانة وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر تمكنت البعثة الأثرية المصرية اكتشاف خمس مقابر أثرية بالمنطقة الواقعة شمال غربي هرم الملك مير راع بسقارة اكتشافات تأتي بعد فترة عمل وبحث واستكشاف استغرقت أكثر من ستة أشهر لتضيف تميزاً وانفراضاً جديداً لعبقرية الحضارة المصرية القديمة خمس مقابر من عصر الأسرة الخامسة والسادسة تدخل ضمن اكتشافات الحضارة المصرية القديمة بمنطقة سقارة عن طريق بعثة مصرية خالصة بعد عمل دام لأكثر من ستة أشهر احنا النهاردة في مكان جديد المكان دي يسمى جنوب سقارة هو هرم ميرن راع لبسيوس عمل حفاير سنة 1840 اكتشاف الهرم ماكملش بقى حفاير ماسبيرو جه سنة 1881 عمل حفاير وطلع بقى التابوت وطلع الموميا بتاعته اللي موجودة في متحف ايم حطب وتمسال جميل جدا من النحاس وذكر انه على بعد 100 متر تقريبا فيه مقبرة لإيارت وتوقف محدش لمس المكان من سنة 1881 احنا طبعا هنا شغالين بعثة مصرية خالصة تابعة لوزارة الأسار برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للأسار شغالين في هذا الموقع لأول مرة منذ سبتمبر 2021 حتى الآن اكتشفنا مجموعة من المقابر من عصر الأسرة السادسة الفرعونية تنوعت الاكتشافات بين مقابر وتوابيت وبعض التماثيل الخشبية الصغيرة والأواني الفخارية بالإضافة لألوان وقصص مكتوبة على الحوائط لتاريخ الملكة بيتي وبعض الأطباء والمشرفين المقابر هنا عبارة عن وحدات انا عندي هنا اكتشفت لحد وقتنا هذا لان السيزون بدأ من 1-9 ومازال لسه شغال بتوجهات سيادة الوزير ودكتور مصطفى وزيري ومدير عمصة أرى دكتور صابر ودكتور محمد يوسف فبدأنا في الوحدات الوحدات عندي اللي يطلق عليها بيرجد بيت الأبدية عبارة عن وحدات فيها بير رئيسي لكن فيه أبار جنبيها يعني أنا عندي 108 بير موجود في المنطقة كلها شغالين في الموقع هذا بإننا الحمد لله سبعة الشهر وربنا أنعم علينا بالمقابر اللي احنا اكتشافنا لحضرتك صورتها دي وده بفضل الله سبحانه وتعالى أول واخير أما بالنسبة للعمال العمال اللي شغالها معنا احنا بنتعامل كلتنا رجالة رجل واحد مجهودات مستمرة في مجال الآثار والاستكشافات تأتي بدعم من القيادة السياسية للتأكيد على انفراض الحضارة المصرية القديمة بأسرار وأفكار جذبت أنظار العالم قصص وألوان تبهر العيون رغم مرور آلاف السنين تراها منقوشة على أسوار مقابر المصرين القدماء بمنطقة سقارة التي كانت وما زالت أكثر المناطق غناء بتاريخ علم العالم قديما وحديثا كريم بيبرس التلفزيون المصري تتواصل بطولة مصر السابعة عشر لمسابقة فرست ليجو والتي تنظمها مكتبة الإسكندريا في تعاون مع إحدى المؤسسات وتمتد البطولة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مائة فريق مكونين من ألف طالب من ست عشرة محافظة كما يشارك بالتحكيم ستون حكما من الأساتد الجامعيين والمهندسين المتخصصين نحن النهاردة أول يوم في مسابقة فرست ليجو ليج للسينيوررز للوليد الكبار والمسابقة دي احنا نعملها في المكتبة من سنة 2006 وحقيقة احنا بنفخر ان احنا بنتعاون مع شركاء كثير منهم وزارة التربية والتعليم ويهمنا جدا جدا احنا نستقبل للولاد في الثلاث تيام دول سواء في المسابقة السينيور او المسابقة الجونيور اللي هي كانت من شهر فات جاي النهاردة في المسابقة الثلاث تي عبارة عن ان احنا نلاقي مشاكل ونلاقي حلها وده جزء منها جزء التاني ان احنا بنعمل روبوت ونحاول نعمل شوية ميشنز على الجروند وكلما نخلص ميشنز كلما ناخد بوينتس اكتر المسابقة عموما مفروض انها مسابقة عالمية اعتقد انها من احسن روبوتكس كومبتيشن على مستوى العالم معمولة اكتر من دولة في حوالينا العالم وطبعا انا ده البطولة الجمهورية اللي هنا في مصر التصفيات عودة الى الازمة الاوكرانية حيث نشاهد لقصات حية للحدود البولندية الاوكرانية حيث يتواصل تضفق اللاجئين على بولندا قريبا من هربا من الحرب الروسية الاوكرانية اشتركوا في القناة وصلنا لختام نشرة الثالثة وهذا تذكير بابرز عنوينها سفير مصر بموسكو يلتقي مجموعة من المواطنين تمت اعادتهم لارض الوطن من اوكرانيا عبر الاراضي الروسية الجيش الروسي يعلن تدمير مزيد من البنية العسكرية لاوكرانيا وكييف تفقد الوصول لبحر آزوف الاستراتيجي وزير الدفاع الامريكي يجدد دعم واشنطن لكييف ووزير الدفاع البريطاني يعلن تزويدها بمساعدات عسكرية جديدة ختم نشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصرية نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين اشتركوا في القناة